نحن في استوديو الغد في لندن الكاتب الصحفي سيد محمد المتحجي أهلا وسهلا بحضره بك وينضم إلينا من رمالة الكاتب الصحفي هشام عبد الله أهلا بك سيد هشام دعني أبدأ أولا مع سيد محمد سيد محمد الانتخابات الفرلمانية الإيرانية عنوانة صحف كثيرة تعليقا على هذه الانتخابات بهيمنة محتومة للإصلاحيين وأيضا اتهامات كثيرة بعدم مصدقية هذه الانتخابات إذن كيف تبعت هذه الانتخابات أولا؟ في البداية أحيي حضرتك والأستاذ هشام وأيضا السادة المشاهدين الكرام طبعا هذه الانتخابات كان الفرغ الأساس فيها هو فشل أداء الدولة بكل مؤسساتها الحرص الثوري المرشد الأعلى الحكومة والسلطة القضائية والسلطة التقنينية أو التشريعية والشعب كان يراهن على أن الاتفاق النووي سيكون بوابة إلى إيران أفضل نتحدث اقتصاديا ما يهم الشعب أكثر حاليا لكنه ما حصل الآن هو انهيار سعر العملة الإيرانية وتأزم الاقتصاد فضلا على أن أصبح شعار الحكومة والدولة لكل مواطن ملف قضائي في السلطة القضائية ما أدى إلى أكثر من مظاهرة واحتجاجات خلال هذه الفترة أين نتحدث بعد الاتفاق النووي والآن نرى أن الشعب يقاطع بينما حتى الإصلاحيين أو الإصلاحيون أصروا على المشاركة منهم محمد خاتمي القادة الكبار وقالوا أنه يجب المشاركة بينما الشعب قاطع على الانتخابات وأنا أشيري لحصائيات رسمية من مؤسسات رسمية منها مركز استطلاع الرأي معروف باسم إسبا التابع لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية الذي قال بأن المشاركة لن تتجاوز 25% في أنحاء إيران وفي طهران أقل من 15% وهذا مركز حكومي وليس مركز شخصي أو شركة خاصة أو مركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية التابعة لجامعة طهران الحكومية أيضا توقع أن المشاركة تكون أقل من 30% وطهران أقل من 20% أي نسبة متغاربة ليست بعيدة وحتى الآن الإحصائيات غير الرسمية التي نشرتها الصحف الإيرانية والإذاعات والتلفزيونات التي تبث من خارج إيران ولديها صحفيين داخل إيران وهي إيرانية كإيران إنترنشنال أحد التلفزيونات الشهيرة أنه قال بأن تحريات تظهر أن المشاركة في طهران لم تتجاوز 17% وفي أنحاء إيران غير من 30% ماذا تعكس كل هذه المعطيات وما حدث في الانتخابات الإيرانية يعني النظام الإيراني موقفه هل ما زال قوي مثل ما كان يعني إيران الآن تحارب على أكثر من جهة إيران لديه أطماع في الشرق الأوسط تحارب عند حرب بالوكالة هنا وهناك في بعض الدول العربية وأيضا مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها إيران تعاني نعم هذا يظهر أن النظام الإيراني وننتحدث عن خامنين والحرص الثوري الذين يسيطران على المشهد بمعنى المشهد العام للسياسة الإيرانية لا يهمهم المشاركة من عدمها بالنسبة للشعب بل يهمهم فرض سيطرة على البرلمان ويحصل على ثلثي البرلمان حيث يستطيعوا استقالة أو استجواب حسن روحاني الذي يدفع باتجاه التفاوض مع ترامب وهذا ما أدى إلى قادة الحرص الثوري وخامنئي من أداء رئيس الحكومة وأكثر من قيادة في الحرص الثوري هدد حسن روحاني بالإقالة وحتى حسن أحد قادة الحرص الثوري وهو رئيس معهد يقين التابع للحرص الثوري حسن عباسي العميد حسن عباسي قال إذا حسن روحاني استمر في نهجه الحالي سنشنقه في ساحة الثورة في وسط طهران هذا تصريح خطير جدا للغاية واتهمه بالخيانة أي عدم متابعة سياسات المرشد نعم سيد محمد فنتحول إلى الملف الإسرائيلي وما تحدث به نتنياهو ولكن نشرك معنا سيد هشام عبدالله سيد هشام نتنياهو تحدث وقال إن هذه الصفقة ستنفذ حتى في حال قسارة ترامب ولن يستطيع أي مسؤول ديمقراطي أن يوقفها صحيفة إسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو قال ذلك لتخوفه من أن تنتهي هذه الصفقة مع اختفاء ترامب يعني إلى أي مدى نحن أمام خطة شخصية لعملية السلام أو حتى خطة لعلاقات عامة لدعم نتنياهو وترامب في الانتخابات نعم أولا تحية لك وضيفك الكريم ويجمهور المشاهدين أنا باعتقاد أنه وإن كان نتنياهو يتحدث الآن طبعا برسائل موجهة للناخبين الإسرائيليين وقد بقي أيام فقط على الانتخابات الثالثة في إسرائيل ولكن أيضا عندما يقول نتنياهو أن هذه الصفقة ستنفذ بغض النظر كان هناك رئيس ديمقراطي أو رئيس جمهوري أو يكون ترامب في سدة الحكم في أمريكا فأعتقد أنه بالفعل هو يقول الحقيقة لأن الموضوع كالتالي صفقة القرن ليست هناك آلية لتطبيق صفقة القرن في واقع الحال من يعرف واقع الحال في الأرض المحتلة الفلسطينية واطلع على صفقة القرن وما جاء في صفقة القرن من مختلف التفاصيل التي تتعلق بالحياة في الأرض المحتلة سيعرف تماما أن هذه الصفقة هي بالفعل مطبقة منذ سنوات وأن ما يجري حاليا وما جرى مؤخرا ما هو إلا سوى إعلان أو إعطاء هذا الوضع القائم ووضع القائم على الأرض اسما جديدا ليتلهى فيه كثيرون ويعتقدون أن عليهم أن يتعاملوا مع عمر الجديد واقع الحال يا سيدتي أن بالفعل نتنياهو يقول الحق عندما يقول إن صفقة القرن ستنفل وكيف لا ونتنياهو بعد الإعلان عن هذه الصفقة المزعومة التي هي حقيقة على الأرض أعلن عن بناء وحدات سكنية ألا في الوحدات السكنية لكن هناك من يرى أن هذه الأخبار نشرت يوم السبت بتوجهات وهذه التوجهات تدعو للتساؤل إذا كان هناك تخوف لدى نتنياهو من موقفه أم لا أنا لا أتفق مع هذه الزاوية على الإطلاق لأنه بغض النظر لو كان هناك رئيس ديمقراطي أو غيره في سدة الحكم في أمريكا فإن ذلك لا يعطي أي مؤشر على أنه يمكن تغيير واقع الحال ما جرى على الأرض والذي يسمى الآن صفقة القرن تم من خلال مختلف الإدارات الأمريكية السابقة سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين وفي سنة الخبر الذي تحدث عن إقامة هذه الوحدات الاستيطانية تمت معلومة تقول أن الإدارات السابقة كانت تضغط على نتنياهو أن لا يعلن عن بناء هذه الوحدات ولكن كلنا نعرف والواقع الأمر يقول لنا أن على مدار السنوات العشرين وثلاثين الأخيرة لم تتوقف حركة الاستيطان لم تتوقف حركة تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من الكنتونات لم تعطي إسرائيل ولم تلتزم بأي شرط ولا أي بند من بنود ما سمي اتفاق أوسلو ليست هناك سيادة للفلسطينيين على شيء الأمر الوحيد الذي يتعامل به الإسرائيليون مع الفلسطينيين هو ما يتعلق بالأمن أو يسمى التنصيق الأمني مختلف مستويات الحياة التي تحدثت عنها صفقة القرن بهذه الدونية وهذه العنصرية هو بالفعل واقع الحال وبالتالي لن يغير في الأمن سواء كان ترامب أو غيره من واقع الحال ومدامت المجموعة الدولية والدول الإقليمية والمؤيدين الفلسطينيين يقفون هذه الوقفة ربما يتحول الوضع القائم على الأرض إلى ما هو أسوأ عليه شكرا جزيلا سيد هشام عبدالله الكاتب الصحفي كنت معنا من رمالله وشكرا موصول لحضرتك سيد محمد المدحجي الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم